السلام عليكم في الجزائر قبل شهر وسبعين تقريبا الحكومة بتاعتهم قررت انه تمنع الحجاب او النقاب من البنات في الاماكنة العامة والاماكنة الحكومية ففي شيخ من الازهر استاذ الفقه المقارن قاعد يتكلم في الموضوع دا فقال انه كان مصر هو كان بيتمنى انه مصر تكون هي الرائدة في الحكاية دي في حكاية دي انه يمنع النقاب من الاماكنة العامة والاماكنة الحكومية لانه السبب لانه يعني قال المجرمين وكذا يعني بيلبسوا النقاب ويعملوا الحاجات دي فقال لما انفصل في الكلام قال انه النقاب عادة تحول الى عبادة كويس وثاني عنده حاجات تانية قال في حديث كذا يتكلم عن السحر قال جابوه في برنامج اسمه الحكاية استضافوه باستضيفوه كتير هو نفسه الأستاذ أستاذ الفقه المقارن دا لما قاعد يتكلم عن السحر قال السحر في مجمل الكلام في القرآن او اكتر فصله في قصة سيدنا موسى وقال انه في حديث قال في سحر السحر ما 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 قصده التعاون مع الشياطين وكذا قال السحر هو الخفة لعب الخفة كذا قال له دا السحر المقصود وجاب الحديث بدأ قال الرسول لما يتسحروا كذا والورقة والبير كذا جابوه وقال الحديث دا يعني هو قال انه رأوه البخاري وقال لكن ما صح يعني قال ما صح يعني انه احنا الحديث الشياطين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى في الأمة ويعني ايمانه قوي كذا كيف الشيطان الضعيف يضروا بحياة اذا كان السحر هو من الشيطان كذا طيب بالنسبة يا مال الحجاب الحجاب أمر رباني نزل من الله سبحانه وتعالى من السماء من فوق سبع سماوات قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيمة وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن تلاها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وتلاها لهم وأعلمهم إياها أعلمهم ليها فانقلب الواحد من الصحابة يتلوها على زوجته وعلى ابنته وعلى أخته إلى آخر قالت فخرجنا متلفعات بمروطهن وكأن على رؤوسهن الغربان أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه والحديث البخاري صحيح البخاري فالحجاب أمر نزل من السماء وقالت أيضا عائشة رضي الله عنها في قصة الإفكة الطويلة درستوها أنتوا بالسانوي ولما المشى التفتش العقد والجيش ارتحل لأنه قاعد لنا هي فوق في داخل الهودج وكانت خفيفة الحمل فقاعد لنا راكبة فتحركوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش فاتوا وده فيه دليل عظيم جدا إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم شنو ما يعلم الغيب إيجي الليلة البرع ويقول لك نحن بنعلم الغيب أو فقي سيدا اللوكة في الحلة لان من نساوي لما لم يتتين مرة غاشينوا بيعلم الغيب بقول لك راجلك هيعرس فيك ولا ما هيعرس فيك وحنجموا ليك مجار ما كلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب فارتحل الجيش بعد ذاك السيدة عاشة جاءت مكان الجيش ما لقى الزول كلهم فاتوا قالت فجاء صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه قالت وكان يراني قبل نزول آية الحجاب فلما اقترب مني خمرت وجيب جلبابي والتخمير يعني التغطية ده معروف اللغة العربية التخمير يعني التغطية زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء المغرب يعني ساعة المغرب قال كفوا صبيانكم وخمروا آنيتكم أمش غطي الزير قال وسموا اسم الله واغلقوا أبوابكم وسموا اسم الله فإن للشياطين هيجأ حتى تذهب ساعة من المغرب يعني مسافة من الزمن فقال خمروا شنو الآن يغطوها هنا السيدة عاشة قالت خمرت وجي شنو بجلبابي يعني غطت وشها موضوع انتهى وربنا سبحانه وتعالى قال وليضربنا بخمرهن على يوبهن وهنا قال قل لأزواجك منهم السيدة عاشة وبناتك بنات النبي صلى الله عليه وسلم برعهم شان ما بزلقوا لهم الحجاب خاص بهم بس بقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ونساء المؤمنين برضو برضو داخلين في الحكم ده واجب عليهم شنو يا جماعة يحتجبوا سيدة عاشة قالت خمرت وجي بجلبابي والحديث في صحيحة البخاري دي بعض بعض ادلة شنو الحجابة الادلة كثيرة بعد دي يجي زول شيخ من الازهر شيخ من اليونان شيخ من اليابان يجي ينظر ويقول يا اخي ما في نقاب لانه قال وحدات نقبا عملوا جريمة في وحدات الابساط بناطلين عملوا جريمة اهاي من لسوا البنطلون يعني هذا ما فهم ولا في غيزاته ولا عنده دي المش دي المشيخ دي المشيخ دي المشيخ دين دي حتى العقل ما عندهم الواحد دي يحارب الاسلام ويحارب الحجاب ويدعو الى تحرر المرأة والى الزنا والرزيلة والفواحش المفرض يكون زكي حب ما يكون بليد للدرجة دي شنو يعني قال واحدة منقبا عملت شنو جريمة يبقى نحرم النغاب والحجاب الربنا نزلوا من السماء على اي مرة كلهم يمشوا ونفكوا حسي دا حقول اها لو ماشوا ونفكوا معناته ما هيعملوا جريمة تزول بليد ساكد يا اخي ولا تسمحوا لي غير زي ذا نهاية ما تسمحوا له نهائيا والناس مجار منازلين يعطلوا الدين وينشروا منهج اليهود في هذه الامة ليه لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في شنو في النساء فديل دارين يفتنونه كما فتن بني اسرائيل والمشكلة الامة في العدو الخارجي العدو الخارجي بيدباباته ولا طياراته ولا اسلحته المشكلة الكبيرة في الشيوخة اللي قاعدين جوا داري ضيعوا الاسلام ديل قال بيدعوا مش انهم مسلمين بس بيدعوا انهم علماء اسلام وديل تنبأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام قال وانما اخاف على امتي الائمة المضلين السيد يقول لك فلان جماعة اتبركوا بالترابة العربية حقا مش العربية مش الشيخ التراب بتاع العربية ويخدع الناس ويغش الناس يقول لك النغاب عادة عربية وانتهى زمان ده نزل في القرآن الا كان بتقدر القرآن ده تمسح من الوجود بعد ذا قول بمسح الحجاب لكن طالما القرآن ده قاعد قاعد عرفته ما بيقدر يغير الدين ده ربنا قال انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون السؤال الثاني شنو قال السحر لا السحر يا جماعة موجود بنص القرآن قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وآيات كثيرة كثيرة جدا في سورة يونس وفي سورة البقرة وغير وفي سورة غير من سورة القرآن وكذلك في السنة حديث البخاري أن لبيد ابن الأعصم اليهودي ساحارى النبي عليه الصلاة والسلام شيخ الألباني قال فرقد النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش شهور شهور مسحور شهور راغد مسحور لحد ما ربنا نزلوا ملكين فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال ما له قال مطبوب قال من طبه قال لبيد ابن الأعصم اليهودي في مشطن ومشاطة عند بئر ذكوان إلى آخر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكلم على ابن النبي طالب قال لapsي البير بتلقى هناك مشط وفيه باقي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اليهود إذا عقد عُقَت في الشعر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ونفس فيها من شغل الشياطين فحصل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لامش يجيب على ابن النبي طالب جابه وفكوه وأنزل الله عز وجل على النبي زحم المعوذتين يرغبهم وهي من صور القرآن العظيمة جدا فرقى النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه كما قال العلامة الالباني رقى لنفسه عليه الصلاة والسلام وفك العقد قال فقام كأنما نشطأ من عقال كأنما نشطأ من عقال عليه الصلاة والسلام إبقى هذا أمر حقيقي كان حاصل للنبي عليه الصلاة والسلام وإلا ما كان رقت شهور يا جماعة وكأنما نشط من عقال بعدما رقى النبي عليه الصلاة والسلام وأبطل هذا السحر أما كونه يقول يتفلسف يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يضر وهو الرسول وهو أفضل البشر ممكن كيف ما ممكن الأنبياء يمرضوا والأنبياء يموتوا خلي السحر يموتوا عديل الآن أي نبي مات إلا عيسى ربنا سبحانه وتعالى رفعه وين إلى السماء لكن الأنبياء جميعا ماتوا بل في أنبياء زبحوا زي يحيى يحيى عليه الصلاة والسلام ضبحوا عديل اليهود ضبح عديل خلي سعير ده ما ينتقص من حق النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة ابن حجر رد على شبهة دي يعني شبهات البيواة دي بتاعنا الأسر والجماعة بتاعنا الترابي وغيرهم ودي ما تجد دي شبهات قديمة أكل عليها الشري الأدار وشرب ونام ذاته شبهات قديمة خالص ابن حجر والله يرد على نفسه شبهة دي فتح الباري نفسه شبهة دي في شرحه لحديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام قال قال معلوم أن من قال أذكار الصباح والمساء فإنه لا يضره شيء لا سحير لا عقرب طيب ليه سحير النبي صلى الله عليه وسلم هل ما كان بيقوله كان بيقوله ليه ابن حجر قال لفوائد وحكم الفائدة الأولى تشريع تشريع لوجود السحر عشان ما الجنازات ينكروا كل ما بسحر عشان تعرف أنه فعلا فيشنا جماعة سحر ده واحد بعد ذاك بسحر حقيقي سحر تخيئي لي ده موضوع آخر أكسامه لكن السحر كله موجود وحقيقة يعني موجودة من باب وجوده وحقيقة ده واحد الحكمة الثانية قال رفعة لمكانته زيادة وزيادة لأنه بل ابتلاء الإنسان شونها جماعة بيرفع فوق مكانة لفيها عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يا أخي خلي السحر أنت كان قلت أنه كونه نبي كيف يعمل السحر هو نبي طيب صحيح البخاري كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام وشج وجه ودخلت حلقتان من حلق المغفر على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم هذه كيف ده ضرر أو لماذا ضرر ضرر والنبي قال كلام ده عليه الصلاة والسلام كان يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ويدعوا بعدما يرفع رأسهم من الركع الآخرة من صلاة الفجر ويقول الله ملعن فلانا وفلانا ويسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هذا حاصل الفائدة الثالثة ابن حجر قال لكي لا يؤله ودي أعظم فائدة أو من أعظم الفوائد أشياء ما يقولوا ده إله ما بيحصل له ضرر معناة النبي ده إله عديل عرفته عرفته الكلام ده كيف لازم تعرف أنه نبي وسيد البشر وإي حاجة لكن بيحصل له ضرر وبي يمرط وبي يموت مات ولا ما مت مات أو بكر الصديق قال أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات هذا كيف ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وربنا قال الله فإنك ميت وإنهم ميت ميت تختلف من ميت ميت يعني ستموت يعني وميت يعني مات شكرا ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أما فإنك ميت يعني شنو يعني ستموت فكونه سيموت بأكبر ولا إنه حصل له ضرر من السحر أو من المرض أو من غيره وحادث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعى كما يوعى كالرجلان منكم ويقول لا إله إلا الله إن للموت لساكرات وكان يضع خميصة على وجه فذي اغتم بها كشفها ليه بيضع الخميصة دي من الحمى شدة الحمى فتذور بتاع فلسة بساكت أصلا قصد هؤلاء دعيني نشككوا في الدين غير ذاك برضو بتاع الأسر قال اسمه مفتيس ثوراليا ولا شنو ما بعرف ولا اسمه علي جمعة كان سألو قال له أسبوع الزينة كيف قال إذا لبسوا الواقع الزكري ما فوق حاجة ده ما مجرم أسر ده الناس مجار ما دار ضيعوا الإسلام ودار ضيعوا الدين يا ناس وجدهاك برضو حدنان إبراهيم المجرم التاني ده كبدلة وبكرافيتة الملحد يجي برضو يقول ما في حاجة اسمه الصراط فوق جهنم وما في حاجة اسمه عذاب قال بس بعينولي زي الشاشة قال قال تكون جوا القبر تعاني في الشاشة كده ديك بعزبه فيهم وديك بنعبه فيهم طيب وهي ناسع طيب لو ربنا يصفه قادر يجيب له الشاشة جوا ربنا قادر يعزبه وانت ناكر العذاب ليه من الأول الفلسفة زلزومة شنو إذا انت أصلا بتنكر قدرة الله على تعذيبه أو على تنعيمه كيف يبدخلوا ليه شاشة هنا شاف جوا قال لها هذا العرض بس زي الشاشة قال يا عينة هديك بعزبه فيه وهديك بنعبه فيهم إذا حصل لكلام ده جوا القبر وحصلت لالحياة دي والبصر انه يشوف الكلام ده داخل القبر المانع شنو ربنا يعزبه ولا نعمه عديل جوا القبر ما هو المانع ثم الآيات الواضحة والأحاديث الصريحة الصحيحة الواضحة تدل على هذا العذاب وعلى هذا النعيم في القبر القصد بتاع النازل دار يضربوا الإسلام من داخل الإسلام وحيز منصور كيالي وحيز اسمه عدنان إبراهيم وحيز اسمه عدنان الرفاعي وحيز الله كتله هنا في البلد وغيرهم ديل أصلا القصد منهم دارين شنو يا جماعة يشكك المسلمين في دينهم ويخلوا المسلمين يكفروا بالإسلام دا القصد كده فإنت أفهم أول حاجة واجبك تجاه هؤلاء ما تحضر لهم حرام ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها زيدة يكفر بآيات الله ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم فما بجوز تحضر لهؤلاء أبدا لا في موبايل لا في يوتيوب لا في غيره لا في فيسبوك ما تحضر لهم ولا تكتر المشاهدات والإعجابات بتاعتهم إنما هؤلاء الواجب أن يهجروا وأن يحذر منهم وأن يرد عليهم بالعلم ليه لأنه يدمروا دين النبي عليه الصلاة والسلام زي التنظيمات اللي في الجامعة هذه نفس العكاية واحد يجي ويكورك والعيش بقه غالي بعشوية يسيب في الدين طيب العيش غالي أنت ليه تشتم في الإسلام العيش غالي خلاص غالي تشتم في الإسلام ليه أو يقول الله كذا نسوه فعله بعد شيء يطعم في دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهذا ده الإجرام وده اللف والدوران بتاع هؤلاء الناس فانتبهوا يا الطلاب وما تحتضرهم حتى أركانهم والله ده فتوى من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما بيستحضر لهؤلاء أصحاب الأركانديل اللي بيسيئوا للإسلام ويسيئوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويسيئوا للمنهج الإسلامي الصحيح ويشككوا المسلمين في دينهم وفي أصولهم وفي عقائدهم ما بيستحضر له وحدين يقعدوا يصفقوا ما يجوز تجلس لهؤلاء أبدا